أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه تم البدء في الانتقال التدريدي لعدد من الوزرات والجهات للعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة مؤكدا ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتقال الوزرات والجهات الأخرى تباعا خلال المرحلة المقبلة جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة وقد تطرق مدبولي إلى عدد من الموضوعات والفعاليات التي شهدتها الأيام الماضية وعلى رأسها فعالية اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء والتي حضرها الرئيس السيسي خلال حيث أشاد رئيس الوزراء بالجهود المضنية لبدء عمليات التنمية كما أكد رئيس الوزراء أن حضور الرئيس السيسي جانبا من اختبارات المتقدمين للالتحاق بعدد من وظائف وزارة النقل يؤكد أن الدولة تحرص على اتباع أرقى المعايير العلمية والفنية والنفسية والصحية في انتقاء أفضل المتقدمين للوظائف العامة كذلك تطرق رئيس الوزراء إلى مبحثات الرئيس السيسي مع رئيس وزراء المدر والتي عكست عمق العلاقات الثنائية التي وصلت إليه خلال الفترة الأخيرة بشأن زيارته إلى الدوحة أكد رئيس الوزراء أن المناقشات مع المسؤولين القطريين شهدت التباحث حول زيادة الاستثمارات القطرية في مصر وكذا الشراكة مع القطاع الخاص موجها الوزراء المعنيين بمتابعة الملفات التي تمت مناقشتها في هذه الزيارة المهمة ترجمة نانسي قنقر